اشتركوا في القناة لسه بترتوي بدماء اولادنا الطهرة لكن انا يمكن كل الناس النهاردة هيتكلموا عن حرب اكتوبر من خلال القادة ومن خلال الناس اللي شاركوا في الحرب انا فكرت ازاي احنا نختلف فقلت اجيب لكم المقولات ماذا قيلة عن حرب اكتوبر من خلال قادة العالم اللي شافوا من المنظور الخارجي هذا النصر العظيم والانجاز الغير مسبوق يمكن هبتدي بكلمة الرئيس انور السادات لما قال لقد حاربنا ونحارب من اجل السلام الوحيد الذي يستحق وصف السلام وهو السلام القائم على العدل فالسلام لا يفرض وسلام الامر الواقع لا يدوم ولا يقوم اننا لم نحارب لكي نعتدي على ارض غيرنا بل لنحرر ارضنا المحتلة ولاجاد السبل لاستعادة الحقوق المشروعة لشعب فلسطين لسنا مغامري حرب وانما نحن طلاب سلام هذا ما قاله الرئيس الراحل محمد انور السادات في خطابه يوم 16 اكتوبر 1973 هل كان يتصور انور السادات وهو يطلق في الثانية بعد ظهر السادس من اكتوبر دبابته وجنوده لعبور قناة السويس انه اطلق قوة عاتية رهيبة من شأنها ان تغير هذا العالم اجمع ان كل شيء من اوروبا الى امريكا ومن اسيا الى افريقيا لم يبقى على حالته التي كان عليها منذ حرب يوم عيد الغفران الا ان هذا الانقلاب المروع فيما يتعلق باسرائيل قد اتخذ شكل الزلزال المدمر ذلك ان الحرب التي عصفت بها كانت قاسية عليها في ميادين القتال ثم كانت اشد من ذلك دمارا على الناس هناك فقد شهدوا مصرع حلم كبير تهاوى ورأوا بعد ذلك صورة معينة من اسرائيل وهي تزول الى الابد وهذا ما نتمنى ان شاء الله هذا الكلام قيل على لسان قادة العالم في وقت حرب اكتوبر المجيدة حرب اكتوبر مهما تحدثنا عنها فيعني هي بتتوارسها الاجيال انا يمكن ندائي من هنا لكل القائمين على الاعلام كل الناس اللي حاولت ان هي تقدم اعمال درامية تسجل في التاريخ يمكن احنا من قريب قوي شفنا مسلسل المنسي وشفنا ازاي احيا في قلوبنا كلنا الاحساس الوطني والنزعة الناحية الوطن نزعة الوطنية جدا واحيا احساس جميل جدا كنا افتقدنا من خلال الميديا الغريبة وحاجات كتيرة جدا في الافلام المخدرات وافلام الارهاب افلام كتيرة جدا لكن والله الحس الوطني اللي حسناه في رمضان وجمعنا كلنا حول شخصية تجسد واحد من زباط المصريين الذين يشار لهم بالبنان وهو الشهيد المنسي هو شهيد قدم لمصر كتير دلوقتي لكن شهداء اكتوبر كمان انا طبعا يحضرني قصة جميلة جدا حكها لي والدي والدي انا بافتخر انه كان احد ابطال حرب اكتوبر يمكن اتصاب في 67 لكن انا شفت يعني ايه سعيدي يعني ايه سعيدي عنده طار لازم ياخده فبابا نقل الاحساس دوت لي على مر العصور لكن في 67 بابا دخلت له رصاصة في قلبه ويمكن ده انا بحب اقول دوت وكل سنة بحب افتخر بهذا الانجاز لكن ورغم ان الرصاصة استقارت في بنت دلوعه وكده لكن انه تعالج وصمم انه شارك في حرب 73 والحمد لله لما حارب في حرب 73 حكالي حاجات حلوة كتير وحكالي ازاي انه هو واحد من اللي شاركه في اسر عسافيا جوري احد القادة الاسرائيليين وقال لي انه هم كانوا بيدربوه بالسنك كده في ظهر ويقولونه امشي يعني بصراحة كان احساس حلو جدا وكان بيكره جدا كلمة العسكر وكان بيكرهها وكان بيقول احنا مش عسكر احنا جنود مصر وخير اجناد الارض وده انا بقول لكل القادة اللي بيشوفونا دلوقتي كل المحاربين القدماء وكل الشهداء على مر العصور الحمد لله انا ليه الشرف كمان ان جزء اختي كان شهيد من شهداء هذا الوطن يمكن في الداخلية مش في الشرطة لكن شهيد من شهداء الوطن فانا حسيت يمكن بابا ما خلفش رجالة تحارب في ميدان القتال لكن الحمد لله جيب حد برضو من صلبه بقى شهيد وقدم للوطن زي ما هو كان بيحب بلده انا بحب بلدي واحنا كلنا بنحب بلدنا وبنقل كل التحية والتقدير لكل الجيش والشرطة كل سنة انتوا طيبين وتحية مصر والبسون للمواوة عشان بيخافوا منه ولا ايه؟ ألقاكم بعد الفاصل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاف سيدة في عز الليل بتنحني على دجاجة ميتة وسط الزبالة وصل القماية عزكم الله وبتسرع الكلاب والقطة عليها فسيدنا عبدالله ابن المبارك اهتزت قلبه كده من فعلتها وقال لها ماذا تفعلين يا أمة الله؟ قالت يا ابن المبارك ان لله في خلقه شؤون فيعني لقاها ان هي تبكي فحلف عليها ان تحكي قصتها هي كانت مش عايزة تقول فبكت السيدة وقالت يا ابن المبارك انا ارملة فقيرة وام لاربعة ايتام اشتد بنا الحال وتركت يعني كل شيء من اجل ان اطعمهم فيعني ذهبت الى ابواب الناس وترقتها ولم اجد قلوب رحيمة فخرجت التمس عشاء لبناتي فرزقني الله بهذه الميتة ففاضت عيناي ابن المبارك من الدمع واعطاها ماله الذي كان سيخرج به الى الحج فلما رجع الناس من الحج قاموا بتوجيه الشك لسيدنا عبدالله ابن المبارك على الخدمات التي قدمها لهم في الحج محدش يتخض يا جماعة ده اللي حصل بالزبط فاستغرب الامر جدا لانه ما خرجش من بيته واعطى فلوس الحج لهذه الارملة فرأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر بان الله سبحانه وتعالى سخر ملك على هيئة سيدنا عبدالله ابن المبارك ليه حج بدلا عنه وان كل الناس اخذ الثواب حجة واحدة الا هو اخذ ثواب سبعين حجة خلونا يا رب كده نبتغي الى الله الوسيلة ونفهم من القصة دي ايه هنفهم من القصة دي ايه دلوقتي بعد تعليق ضفتي اللي بتشرف وبتنور الحلقة كل اسبوع استاذة التفسير بجامعة الازهر دكتورة هيبة عوف اللي منوراني السلام عليكم وحبت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا حبيت قلبي واهلا وسهلا بالسادة المشاهدين والمستمعين واللي بيبلغوكي بقى انت تحيات كتيرة قوي قوي الدكتورة ما يرمى ان شاء الله عليها جميلة بسهلا ما قلت لهاش بقى قبل الحلقة حبتها قلها واحنا في الحلقة جاشرة فاجئة كده قلها يعني السيتات كلهم بيقولوا احنا بس بنحب نشوف دحكتها اول حاجة كده ما شاء الله يعني بتنور اليوم كله وانا كمان بحبها جدا بالله يعني ربنا يعطيها كل الخير ويصرف عنها كل شر يا رب الله ويأمين وطبعا هي بدأتنا بقصة حلوة قوي قصة جميلة من انسان جميل قوي قوي سيدنا عبدالله ابن المبارك يا جماعة اولا سيدنا عبدالله ابن المبارك ابو عايزين بس نشوف بقى الحاجات الحلوة اللي هناخدها من القصة كان بيشتغل جنيني عند ملك جنين فالملك ده بيقوله ايه اكل شوية يقوله هاتلي بطيقة تكون حلوة نفس اكل بطيقة حلوة فيجي بهاله يقطعه يجي بهاله فتطلع مرة لا تجيبوش فيقوله انا فقولك هاتلي بطيقة تكون حلوة جاب له كتير قوي في الاخر قاله هو انت ما بتعرفش تتزوق قال له انا ما بدقهاش اصلا هو انت قلتلي دقها عشان ادقها قاله انت بقى لك عندي من وانت طفلي يعني 20 سنة بتشتغل ما لمستش ولا بطيقة ما لمستش اي حاجة من البستان ده قاله لأ لانه امالة انت بقلتليش خد تجوزوا بنته بنته تخيلي بقى يعني ملك وجوز لجنين بنته لأمانته وانجبوا مين بقى سيدنا عبدالله فشوفي الاصل اصلا ايه طبعا تخيروا المطف فان العرق ده استيس وشوفي بقى قيمة العالم وحطوا تحتها كزا خط عشان هنرجع لها تاني انجبوا لنا عالم سيدنا عبدالله ابن المبارك عالم لو كل مجتمع اغلب ابناء وبقى علماء شوف الميزة هتبقى ايه وهنبقى عاملين ازاي عايزين نساعد طلبة العلم ما هنتكلم في الموضوع ده بعد ما نخلص القصة يعني فاجي اول حاجة ان هو نسبه مبارك هو عالم تالت حاجة ان في اعمال انت ممكن تتخيل ان هي بسيطة اوي لكنها عند الله تعديل اعمال انت من تخيل انها اعمال عظيمة اوي يعني كلنا نقول لي يا الحاج ده هو الجهاد الاصغر ده ما فيش حاجة تعدله لأ شفت استدقى اللي هو خرجها للست اللي ما كانش يلا يتأكل اولادها وخرج بالدور وعدلت سبعين حجة مش حجة واحدة ربما تقبل اولا ويشوفوه كمان بيخدمهم ده ربنا بيجروا هدية ويشوف النجا عليه الصلاة والسلام يبشره هيقولولي معقولة ده بيحصل او والله بيحصل انا والله كان فيه سيدة متى ولدوها في السنوية العامة كان قلبها منفطر عليه عطايا ربنا كبير او يا جماعة بتقسم والله تقولي والله يا دكتورة انا روحت اعمل عمره والله شفت ايه بيشرب ميت زمزم والله يقعد وبيشرب ميت يا رجعة فالله سبحانه وتعالى لا يعظم عليه شيء يا جماعة فدي خلاصة القصة عمل الخير ده يعني مش مرتبط بعمل انت ممكن تكون شايفه عظيم قوي لكن والتاني بسيط قوي لكن ربما البسيط ده عند الله عظيم عشان كده ما نحكمش على الناس ربما تحكم على انسان مثلا من مظهره يكون الانسان ده بيعمل اعمال انت مش عارفها يكون بيعمل عمل خير قوي واحد عنده مال انت مش شايفه بيخرج بس ربما هو يكون بيخرج في السر فتحكم عليه انت من قدت حتى تحكم عليه ما تحكمش على حد سيب الحكم لربنا سبحانه وتعالى عامل الناس كلها كويس واترك الحكم ده لله سبحانه وتعالى نرجع بقى لقصة ان هو عالم ازاي لما يكون عالم بيفيد الامة علشان مبادرة بسي اللي هي كفالة طلاب العلم العلمي الصبت المبادرة تطلقها جمعية البر والطقوة واحنا كلنا بنحييهم عليها مبادرة رائعة وجميلة قوي حضرتك لو بتسمعي يعني احنا عملين نشتيكي اول حاجة من ظاهرة التنمر طب ما تيجي نحد منها احد منها ازاي ابدأ كده بالمدارس والجماعات شوف الطالب احنا فيتو اللطقن وبروح بشبشب مقطوع يا فانت او الله ودي حاجات اللي شاهدوها بصي بصي العلاقة والجمال وبصي بتحضير الكتب انا بحب الجامعية دي من تعاملها بأدمي احترامها للكل للمحتاج او الله وان هي بتنظر للحاجات اللي فيها احتياج يعني احنا دلوقتي محتاجين فعلا احنا داخلين على موسم دراسي جديد الله والجزم حلوة والشونة جميلة ما شاء الله انا حتى مبهجة وبصي يعني والرسومات اللي عليها جميلة قوي يعني للبنات وللولاد شكلها جميلة ومقافين عليها ناسة ما شاء الله يعني في منتهى الأخلاق في باعهم في طريقهم بيتعملوا معي في طنزمهم طيب هيقول لي تبطالب العلم هو اللي بياخد السواب يا دكتورة انا هاخد سواب ايه بقى اوه احنا لازم نفسر الجزئية دي للناس ومن جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجري تخيلي ومن تكفل بأبنائه فله مثل أجري اللي خرج يغاهد الجهاد بالنفسه والمال أعظم حاجة اه أعظم حاجة لو انت بقى طبعا من سلك طريقا يلتمس فيه هانما سلك الله وليه طريقا الجنة فتخيل انت بقى بتسهل للطلاب دي يبقى ربنا هيسهلك ولا لأ انت تسلك معهم نفس الطريق ان شاء الله إلى الجنة ده ممكن يبقى أعلى كمان ممكن تبقى أعلى من يعني فيه واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام أخو كان قاعد يتلقى العلم من النبي صلى الله عليه وسلم فقاله رسول الله هو قاعد يتلقى العلم بس مش ما بيشتغلش أنا اللي بشتغل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له دي الرخصة الوحيدة اللي أعطوها النبي صلى الله عليه وسلم لأي حد ما يشتغلش قال له علك ترزق به هو سبب في رزقك لكن لما كان واحد قاعد في المسجد بيصلي ويصوم بس فلما النبي دخل وقال له أخو بيكفل قال إيه العامل أفضل من تخيلي أن العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم فرغ العالم ولم يفرغ العابد سبحان الله والعالم وأفضل عند الله من العابد إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء هم دول اللي بيعلمه الأمة أنت لما بتكفل طفل بتبني مجتمع زي ما قلت لحضرتك بنشيل ظاهرة التنمر خلاص بنئلها بقى ما هو في المدرسة شايفه فبالتاري يا أقلي بيود داخل مش عارف إيه ده حطت إيه إنما معهوش معهوش شنطة معهوش نبسه قديم بس تشايف أول ما الأدوات ديت لما مدرسة بتطلب حاجة وبتطلب الحاجات بتاعت الدراسة وكده ثم جايب نهال هو هياخد الحاجات اللي مطلوبة منه هيروح يجيبها كلها ويسلام بقى لما تصدف يكون فيها ياتين تخيل ده أنت قدت حاجة من طالب علم اللي بتستغفر له حتى الحيتان وفي البحر له للملائكة أجنحتها إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم عارف يعني إن الملك يضع أجنحته لطالب العلم ولذلك أوجبه نصيب في الزكاة لطالب العلم لطالب العلم يعني يا جماعة اللي عنده زكاة مال يجوز لي إخراجها في طالب العلم حلوة الفكرة دي جدا أي وعجان فيه ناس كتيرا أو يكبت وناس يستنى لحد رمضان لا والله الحاجة أولى الضرورات طبيح المحذورات إحنا في زمن في الضرورة وفي الكورونا دار الإفتاء طلعت إنه هو يجوز إن أنت تسبق بالزكاة بتاعتك لإن إحنا دلوقتي في زمن صعب فما فيش مشكلة إنه يسبق بالزكاة بتاعته لو نخلين على موسم دراسي كده إن مشكلة وبعدين حتة ربطها برمضان هي بردو دي فيها مشكلة مشكلة إيه إنت الزكاة بتاعتك يمر عليها الحول سنة عداري السنة دي فتت قبل رمضاني بقى أنا مفروضة خرجها قبل رمضان في الوقت دا ما استناشنا إن الإعتقاد دا مش إعتقاد صح إنه هو لا أصدق لا لو إنت هي الحول بتاعك إنتيه في رمضان خرجها في رمضان فتخيلي بقى إن أنت طالب عن إنت سهلت له طريقنا فسهل الله لك طريقا إلى الجنة الملائكة بتضع أجنحتها هتضع لك أجنحتها تستغفر له حتى الحيتان وفي البحر يبقى أنت كمان هتاخد السواب دا بيصلي عليه حتى النمل بيصلي على يعني بيدها تستغفر بالعلم هتدعو لك فإيه دا تخيل بقى لما يصدفني يتيم وأنا وكافر اليتيم كهتين في الجنة يدخل المبسى صلى الله عليه وسلم أول من يحرق حلق الجنة أول من يلاقي واحدة كده جاي في كدفه إنتي تقول له أنا اللي قدت برب الأيتان فأنت لما بتساعدها هتبقى جامدها ثم منتيني على أختي والله لأختك وكل وكل أم آه كل أم شهيد بنقول لكم كل سنة وإنتوا طيبين طبعا نهاردة انت صارت أكتوبر وبنحيي كل أم شهيد بنقول لها خدتي لقب في الآخرة ما حدش أخده أنا بهنيكي والله وبحييكي وأخدتي في الدنيا عندنا الوقار والاحترام والهيبة كلنا بنبصلك بسط إعزاز وتقدير إنك ربتي راجل لو أنت مربتهوش ما كانش دخل وأقدم بهذه الشجاعة يعني كل اللي ماتوا في حرب أكتوبر أو بعد كده أي انتصار جلنا في دلدنا وبقى فيه عندنا أمهات شهداء كتير من الجيش والشرطة أنا بوجه لهم النهاردة كل تحية كل تقدير وبدع الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبهم وأنا اللي بقول لكم بقى ما تنسوا لاش وانتوا دخلين من سلام دعاكم مع النبي صلى الله عليه وسلم تفتكرون كده معكم إن شاء الله إن شاء الله أنا بس عايزة أنوه إن المبادرة الخاصة بجمعية البروى التقوى تتضمن كفالة الطلاب اليتامة قبل دخول العام الدراسي وكفالة الكفالة تشمل أزي والكتب والمصاريف المدرسية وما شابه تلاتة ربط الطفل بالمجتمع وحمايته من التشرد وده شيء هم جدا في المبادرة تدليل العوائق أمام تعليم الغير قادرين فضل كفالة طالب العلم في الإسلام يعني الأربع حاجات أو الخمس حاجات دي مهمة جدا هي دي المبادرة وده أهداف المبادرة وده اللي تهدف لي المبادرة وإن شاء الله تكون كلها تحققت في طبعا إنفاق على طالب العلم زي ما تفضلت الدكتورة قالت إنه ده سبب في زيادة الرزق سبب في استجابة الدعاء سبب في دخول الجنة إن شاء الله نحن وقياكم واستمرار لمبادرات جمعية البرو والتقوى يا دكتور اللي بتهدف حياة كريمة لأهلنا في أهم حاجة إن احنا دلوقتي داخلين على الشتاء الدنيا بتجد فعلا تبرد فالموضوع دلوقتي بقى يعني لا يستهان به إن احنا محتاجين بطاطين محتاجين حاجات علشان برد الشتاء وربنا يعافينا وإياكم فيها جمعية البرو والتقوى عاملة مبادرة الميت ألف بطنية لأهلين المحتاجين عايزين بقى نعرف يا دكتور فضل سطر عورات المسلمين في هذا البرد القارس اللي احنا عارفين إنه الحر كان جام جدا فالشتاء هيكون أشد برودة يعني من سابق أنا عايزة أقول لحضرك حاجة إحنا بدأنا بنجيب له الطلاب هو حق المدرسة وكلا لازم أوفر له في بيته حياة كريمة برضو وشه الطلاب بس الطلاب والعيلة كلها بس أنا بدي مثل يعني هيقدر يذاكر زي هو قاعد برداني ففش هيقدر يذاكر فلازم أنك ندور وفر له حياة كريمة يقدر يذاكر فيها يقدر يقعد يكون مطمئن كده ومن سطر مسلما سطراه الله في الدنيا والأخرة والستر يا جماعة زي ما قلنا قبل كده مش سطر بس معنوي لا سطر مدي كمان نستره إن يلبسه إن يعمل له زيه كويس هو المسلم اللي اتأتل في غزوة بني كونيق وينقاع ليه؟ عشان عروا ثياب المرأة رجلها بس فدخل عشان عشانها عشان يسترها عشان يفك ثيابها عشان هم وقتها اليهود ربطوا ديل الجنبية في الطرحة بتاعتها فتعرت المرأة فتخيالي بيقتل علشان إيه؟ علشان إنه هو يستر المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم قوم الغزوة علشان يروح حربة القطع واجلهم من المدينة تخيالي النبي لما يقوم قومي كده علشان عورة امرأة انكشفك طب أمال إنت لما تستر عورة بقى هتاخد إيه؟ النبي ألاع نمت ودها الواحد علشان تستره من الشمس فإحنا دلوقتي وبنقدمنا كهو والله باب جنة والله باب جنة يعني يريدكم تطرقوه آه والله وبعدين الحاجات ظهرة وواضحة والجميع يشوفها ما شاء الله يعني حاجات واضحة وظهرة واللي عايز يشوفها يروح يشوفها ما شاء الله كم من البطاطين وبصراحة الخير في أمتي الناس ما شاء الله عليهم يعني عايزة أقول لحضرتك بسم الله ما شاء الله يعني بتسمعي ناس كده أنا والله ما شاء الله إيه الخير اللي جواهم ده وكل يقول لك ايه أنا عشاء ربنا أنا عايزة قابل ربنا كده وأنا عامل عمل خير واحدة والله بتكلمني بتقول لي عايزة تخرج من فرش بيتها تخيالي حضرتك عشان يمكن عندها يشوف أنا عايزة خرج كمان من فرش بيتي مع الفلوس اللي أنا بخرجها لا وعايزة خرج ما حدش بيستخدمه قوي أخليلي شوفي معيني تخيالي إيه ناس دي مشو الله إحنا عندنا يعني شعب ورجال ونساء يعني بس طبعا بخص السيدات شوية السيدات بصراحة المقدمين خالص كلهم هم اللي بيكلموني هم اللي بيهتموا إنه بياخدوا الأرقام بتاعتنا طبعا من ظهرة على الشاشة ربنا يجعلوا في ميزان حسناتكم بس أنا يا دكتور برضو عارفة إن أنت حدك نزلت بنفسك أكتر من مية بيت وشوفتي قد إيه إن الأسقف وإن إن الواحد والله يا دكتور أنا سبحان الله أنا دم بفكر في الفقرات في الجامعية بزي كنت يعني يعني في مكان ولقيت ولقيت حد بياخد دش من البوابين عندنا إحنا عندنا ورانا كده لسه ما تبنيتش فهم عملي لهم زي عارفة لو طوب كده بس ما لقوش سقف فأنا أنا مش بسطرة أنا خارجة في الشباك يعني شفتهم وهم بياخدوا شار فقلت يا الله كان بيت المئة ألف بيت دولت إن الواحد يبقى وهو ده أبسط حاجة وهو في الحمام يبقى عارف إنه متغطي مستور أما الدولت إزاي قرب حالها مش متغطية ونساقها بيبقوا كده يعني ده تخياني حضرتك كمان مش كلهم عندهم حمامات يعني كان فيه واحدة بتروح عند جارتها وبتقول لي ما أقول لا بتقول لي والله بتروح الشغل وتسيب لي الباب مفتوح علشان أدخل كمال في الليل بتعمل إيه ما أكيد جارتها بتقفل الباب والحمام مش بسطور الدهي دي كانت سعيدة لنتعمل لها قوضة بحمام مستورين يا قوضة مش رأيشوها ربنا يبارك فيهم يا ربنا يعني ما كدتش منتغيلة بتقول أنا طلبت قوضة كمان يفرشوها الفرش ده تلاجأ وغسلها وبتجازون بص القوض كتعملة بص الحياة كتعملة ازاي وان هم فعلا منهم اللي اقتل زي ما بيقولوا بصي حضريك الباب مفيش فيه هم أحيانا يحطوا قماشة يحطوا ملايا يحطوا بطنة متخيلة لا أقول أعوذوا برب الفلق هيحذرهم عليك بصي الرضا شوفوا سبحانك هم يا شوروا ان هم في نعمة هو الرضا ده اللي جاب لهم كده هو الرضا ده اللي خلى النقل شكرتم لأ زيدنكم بصي حضرتك يا صعب لا أنا روحت ثلاغ حدثت سفتب نفسك يعني كده مش نقل الصورة برضو التلفزيون الصورة مش بتبقى عارفة الصورة أصعب من كده وأقصى من كده لما بتروحي بنفسك انت نفسك ما بتتخيليش يعني ازاي يعني هي عشان عارفة كنا رايحين عاملان عصير بتقول لأنا بعدت تلكت وسقعت وعند واحدة مش هارفة فين عشان تسقح شوية كعز الولعة يعني هي بتشرب كده من المياه السخنة اللي تكينا بتغلي عشان انتو جايين لي ضيوف يعني هارفة ايه ده بتخش تلاقيها معلقة طماطم عشان ما فيش تلاجة معلقةها بالغصن بتاعها عشان ما تبصي حاجة يعني بقولك ليس مرأة كمان سمعة يعني كنت بس معي الأول لكن لما شفت هستطل الأمر لأ صعب قوي قوي يعني هارفة وقد إيه بقى الفرحة بتاعاته مؤدئة ده والله العظيم تروحي تحس ان هو بيدعيلك الدعوة اللي انت عايزها كأنه حاسي سبحانه الله ربنا بيجري الدعوة على السابق ربنا ربنا سبحانه وتعالى اللي بيدي الدعوة دي يعني الرجل اللي كان عن سيدنا سليمان وكان عنده ملك الموت بيقوله ده هيموت بعد ثلاثة يام فسيدنا سليمان شافه بعد سنة فقال له إيه ده انت مش قلت لي بعد ثلاثة يام هيموت قال له خرج من عندك كده صدقة الواحد دعا له بطول العمر فأطال الله وفي عمره سبحان الله كلنا يا جماعة اللي نفسنا طبق الحياة حلوة الدعاء يغير القدر نعم ف آه الدعاء يغير القداء بقدر الله سبحانه وتعالى ربنا كاتب في اللوحة المحفوظ ان انت حد هيدقيلك او انت هيدقيلك فهيتغير القداء دوت هاي المشكلة اهمل الصدقة دي وبقولك لو صدفت بقى يتيم او صدفت فعلا واحد فقير قوي او واحدة زي دي كده او واحد مصلي واحد مع ربنا كده وبيدعي لك دعوة شوف بقى طالة عمر سعى في الرزق حفاظ على اولادك انت يعني بتنجي اولادك باللي انت بتعمله دوت يعني انت بتنجي اولادك باللي انت بتعمله يا سلام عليك لما تعملي مع ابنك او بنتك كده صندويتش زيادة او اثنين يا حبيه لو لقيت يعني حد من زميلك ما جابش النهار يعني فهماني نحببهم حب نعلمهم حب الايثار ولااخد اولادنا واحنا بنشتري الحاجات دي وما نحسسوش ان ده بن من على حد لا ده ده واجب علينا دعنا بص احنا عشان كلنا روح المدرسة واحنا حلوين كلنا يبقى معانا كذا يعني نعلم اولادك مش بس واجب ده انت حاجة حلوة ليك يعني ده دي ده انت دي ربنا استفاق اختارك من كل الاطفال دي علشان ربنا يخليك تتلع الصدق دي علشان ربنا شهلك حسن اكبير احنا بنحاول نحبب ولادنا بالطريقة دي يا دكتور ونحببهم في بعض وما نحسسهمش ان في حد اعلى من حد كلنا واحد ده سبب دكولك للجنة ده سبب ان انت هتفهم كويس لما تجيب له الكشكيل والقراز دي ربنا هيفتح لي هيسهلك اوه ما هو من سهل انت هتسهل له طريق العلم والله ربنا هيسهلك هتجي تدي له درس كده يقولك لا يا ماما ده أنا فعلي من المادة دي ما هو العلم ده هتلاقي ربنا كده بفتح موق ابنك ده وعقله يبقى وبركة ربنا يبارك له بكل حاجة يقرأه أو يذكره ونور من اليوم الشفعي كان يبص يا جماعة في الورقة يبص يخذ بالورقة التانية عشان ما يحفظ اه عشان ما ففي يوم هو نور بس ربنا بيدين مين اللي بيكسر في الطاعات وبيعاد عن المعاصي فبقوله لنا شكوته لأستاذي قلت له أنا ما بقيتش زي الأول بقلي كم يوم كده بص في الورقة بحفظهش على طول أعمل ايه شكوته إلى وكيع أستاذه يعني وكيع سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن لعلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي إذن نور الله يهدى للطائع نور الله العلم نور الله يهدى لمن للطائع للمتصدق للمكثري من الطاعات كلما أكثرت من الطاعات والتصدق كلما زاد الله أبناء أنا علما فهو دل يزود العلم والله مش الدروس دروس طبعا حكا مساعدة لكن الحكاة التانية هي دي طاعة الله سبحانه وتعالى علشان يزودنا في العلم وكن ربي زدنا يا علما اللهم يا رب زدنا وإياكم علما بس يا دكتور إحنا برضو عايزين قبل ما نختم الفقرة برضو ننوه على إن الإنفاق على طالب العلم سبحان الله ربنا هيرزقك في أولادك البركة زي ما تفضلت الدكتور هيرزقك إن أولادك ربنا يرزقهم من الفهم والنور والحفظ كل دوت بكفالة طالب العلم وبالذات إحنا يعني عايزين النهاردة نركز جدا على هذه المبادرة الخاصة بجامعية البر والتقوة وكلمة بقى من دكتور هي بقى يعني نهائية كده لكل الناس اللي بتفكر هتطلع صداقتها في إيه إحنا عندنا المية ألف بطانية عشان دخول الشت عندنا الأسقف عندنا الأبار ولكن الضرورة الآن هي دخول المدارس علشان نفس طفل صغير ما تكسرش ما يكسفش إنه رايح المدرسة بلبس قديم أو مقطوع وإحنا عارفين الأطفال حتى لو عماننا عليهم كنترول برضو بيبقوا عايزين يعني التنمر ده بيبقى قصده بس دبتالي حاجة عادية بأطفال مش فهمين أيها يعني احنا بنفهمهم بعد الحدث مش قابل بالضبط كده أنا مش يعني أكتر من نقول فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر وأما بنعمة ربك كفى حد الله سبحانه وتعالى ادكي فرصه اللي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم إنه بقولك أنا عندي قائمة أيتام عندي قائمة هو بريحك قلص بقولك مالك رايح لمجموعة من الأيتام السائلين وبقولك في النهاية وأما بنعمة ربك فحدث هذا المال اللي معاك مال الله سبحانه وتعالى إزاي تتحدث بي بقى كيف أتحدث بنعمة الله أن أخرجها فيما يرد الله سبحانه وتعالى وأفضل شيء في الوقت ده إنك تخرج الحاجة في وقت احتياجها أو إطعام في يوم زيمة صغبة يتيماً داماً قربة أو مسكيناً داماً طربة فهو ده بيبقى إيه الصداقات لها أجر كبير لكن لما تخرج في وقتها بيبقى أجرها أعظم يعني لما يدي طلبة المدارس دلوقتي أحسن ما يديهم بعد شهر إلا بعد ما يدخلوا والطلب ده بصطلوا كده وده بصطلوا كده وخلاص اتعرف بقى لأنك يروح المدرسة وهو كده بقى ومعتز هتفرق أوش ثوابك عند الله سبحانه وتعالى لأنك مش بس تصدقت لأنت تصدقت ووفرت له حياة كريمة يعني تمثلت لقول الله سبحانه وتعالى ولقد قرمنا مني آدمة فإنت كرمت إنسان فسيكرمك الله سبحانه وتعالى يعني احنا فيه كلام تاني هتقال بعد كلام دكتورة هيبة جزاها الله خير ونفعل المسلمين بما قالت يعني مش عارفة أقولك يا دكتور هيبة يمكن النهاردة بزيت احنا ركزنا جدا على طالب العلم وان شاء الله كل اللي بيشوفنا النهاردة هنخرج عندنا شونط عندنا عندنا أدوات مدرسية هننتصدق بنية إن ولادنا يكون العام الدراسي دوت أحسن من العام اللي فات اللي جات لنا فيه كورونا وربنا يحمي ولادنا ويفتح لهم فتوح العارفين فلازم نكفل طالب العلم في المبادرة اللي بتقوم بها جمعية البر والتقوى وإحنا شوفنا قد إيه الحاجات قدمية وقد إيه عرضها كمان بطريقة قدمية جداكم الله خيرا إن أنتم تبدروا لها دي المبادرة كذاك الله خيرا دكتورة كيف أعرف أستاذ التفسير في جوانة الأذر شرفتيني النهاردة جعل ما قلتي في مزان حسناتك أنا خلصت الفقرة دي لسه يعني بقيت فقرات أنا حاوة مستمرة خليكم معي وبعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمكن كلنا عارفين واسمعنا عن جراحات كتيرة للسمنة المفرطة زي تكميم المعدة وتحويل المصار ويمكن دي أشهر جراحات السمنة اللي أثبتت نجاحها وبقوة في القضاء على السمنة المفرطة لكن طبعا في عمليات تانية العلم كل يوم فيه جديد وتكنيشنز بتتغير كتير والنتاج بتكون أحسن ونسبة الخطر بتكون أقل بس كمالا ما يكون فيه دكتور متميز ومتمكن وبيطلع على أحدث يعني الأبحاث اللي بتتعامل في مجال السمنة بيحضر مؤتمرات احنا بنبقى واسقين احنا دخلين عن دمين لأن يا جماعة الموضوع والله فعلا رغم من هو بيقوله سهلوس وبسيط والعمليات تتقدمت إنما لازم نعرف كويس الدكتور ونعرف نختار الدكتور بتاعنا كويس ونشوف قد إيه وحقق نجاحات قبل كده عشان كده أنا يعني دكتوري اللي بيشرفني دايما في الحلقة إن شاء الله يوم الثلاث زي ما انتوا بتستنوا وزي ما كل صاحبات يبعتولي دكتور أحمد السراج مدرس واستشاري جراحة السمنة والسكر والمناظير بطب عين شمس وعضو الجمعية المصرية لجراحة السمنة ودكتوراه الجراحة العامة طب عين شمس وعضو الكولية الملكية للجراحين بإنجلترا مفيش بقى يعني غير كده لما تلاقي تايتل كبير زي كده يبقى لازم تعرفي إن شاء الله طبعا بتوفيق ربنا لكن كمان إنك في إيد حد دي آي بي دكتور متمكن متخصص يعني الزمالة بتاعت كولية الملكية للجراحين بإنجلترا دي مش حاجة بسيط عشان كده أنا ويلتو النهاردة أنا نرحب بدكتور أحوال السراج دكتور رزاعة ديتك عاملين ألا إحنا خالص خالص الفترة دي ربنا يا رب ببريك لك وكل الحالات اللي بتقابلني والحالات اللي من خلال صفحتي بتشكرك وأنا اللي سعيدة إن أنا فخورا نحضرتك معي بصراحة يعني بياد توشي الناس اللي أبعد تقول كلهم بياد توشي قدامهم ومشكروك وبيدعو لك يمكن إحنا في عمليات كتيرة للسمنة وأسامي كتيرة مستحدثة لكن فيه تلت أسامي مهمة جدا هنتكلم عنهم من هارضة باستفادة علشان نطمن استبتداد اللي بيشوفونا عنهم عملية الكشكشة وعملية السادي وعملية السادي التلت عملية نبتدي بعملية الكشكشة إحنا كنا الأسبوع الفترة عايزين نتكلم عنها بس إيه الكشكشة بقى بص على تلكية بتقابلنا مشكلة في الناس اللي هم بيبقى أوزانهم مش عالية قوي يعني بيبقى مثلا من 25 إلى 35 كيلو زيادة فدول بيبقوا يعني بصراحة يعني عشان نامل فيهم تكمين بيبقى صعب شوية فبنلجأ لها عملية أزرف شوية اللي هي كشكشة بإن إحنا بنصغر حجم المعدة من غير ما بنقص حاجة منها نستخدم خيوط خيوط دي ما بتضبش خالص بحيث إن إحنا نصغر حجم المعدة زي ما تقولي بنتني على نفسها بحيث إن هي تصغر في الحجم يعني كمية الأكل تصغر والمريض بيخس وهي بتنسب الأوزان اللي هي المتوسطة اللي هي 20-25 كيلو 30 كيلو اللي هي أقل من المية دكتور يعني أه ما إحنا أقول المعرفة تتكلمنا في قصة الحساب الاختيار إن هو الوزن اللي هو الميثالي الطول ناقص مية الطول ناقص مية طيب يعني أنا كده كتير طيب يا دكتور بالنسبة بقى دي كشكشة يعني إحنا الكشكشة مميزتها إن هي ما بنقصش من المعدة ولا بنحول مصار الأمعاء ولا أي حاجة لكن السادي بقى آه هي بس لو فيه الفيديو بتاع الكشكشة هنعرضه بردو لو لو سمحتوا ننزل لجي الفيديو عشو الدكتور كمان يعلق أيها هنا آه بندخل بردو بمنزار آه بمنزار بردو بتتعمل بمنزار بردو آه فتحات كلها صغيرة بردو بنخش زي أنا هاك شايفة كده أدي المعدة بحجمها الكبير جدا آه فبنبتدي بقى إيه ناخد آه يعني بنيجي عند الإكويتور أو اللي هو الجليتا كريفيتشر أو السطح اللي هو اللي بره الخريجي ده بنبتدي بقى ناخد خيوت بتاعتنا إن احنا بنقلل آه بنخيط من فوق لتحت خيوت آه آه انترابتت كده زي كذا صف خيوت آه من فوق لتحت بحجم ان احنا زي ما هيك شايفة كده الخيوت هاي آه بنتنيها على نفسها زي زي كده بنقسمها لأ بتبتنيها على نفسها زي كشكشة ماذا ما كشكشة إنه هو آه زي ما بكشكش كده الهدوم أو حاجة زي فدي الخيوت بتتاخد صف أولاني وصف تاني آه زي ما هيك شايفة كده دي اللي خلاص الجزء اللي هو اللي بره ده اللي هو اللي مبشيش في الأكل يعني الأكل اللي هو اللي زرق ده آه الجزء ده خلاص ده ده مستبعد يعني ده خلاص بكني على نفسه بس موجود آه بس آه بالزبط موجود فالأكل اللي بيمشي في الجزء اللي هو اللي على الشمال ده في البيض الصغير ده آه طبين يعني طب دي يا دكتور ما عليش برضو احنا كل عملية لازم نقول الأثار الجانبية بتاعتها آه بالزبط الكشكشة ما لاش أي مضعفة تخلص يعني احنا ما بنقصش حاجة من المهد عشان بس فيه ناس بتقلق من قصة التسريب اللي بتحصل مع التكميم وكلام ده بس التسريب برضو عشان نطم الناس بيحصل في نسبة واحد في المية ويبقى ليه حلول لو حصل يعني بس الكشكشة ما بيحصلش فيها تسريب خالص يعني تقريبا ألمست يعني في نفس الوقت ما بنشلش حاجة من المهد فيه ناس بتحب ان هي بعد كده يقول لي كان عايزة أرجع أكل زي الأول يعني هو خلاص نزل في الوزن اللي بتاع يقول لي كان عايزة أرجع زي الأول فممكن دي مزيتها برضو ان أنا ممكن أرجع فيها آه ممكن أخرج أقصر خطوط دي خط آه بالزبطة أدخل أقصر خيوط يبقى كده المعدة هتتفرد تاني ترجع طبيعية زي الأول والمريد يأكل زي الأول لأن فيها ستقول لي كان عايزة أرجع زي الأول عايزة ترجع تخينة مش تخينة يرجع يأكل زي الأول طب ولو رجع يأكل زي الأول هيتخاني دكتور ما هو يعني هينظم بقى أكله بقى يعني هي بس طبعا هو قليل لما حد يقول لي كده آه لأن الجزء اللي هيتقصر من المعدة وشوية من الزبطة آه بالزبطة لكن دي هنقصر خطوط خلاص هتبقى تليني طيب ودي برضو بيحصل معاها ترجيع لما الواحد يأكل زيادة ونفس الحاجات اللي شوية الناس بتعاني منها آه بالزبط هو طبعا إحنا بنصغر حجم المعدة فلو المريض كلب زيادة طبعا ممكن بيحس أنه عايز يرجع أو كده بس إحنا بنيعمل الكشكشة أو التكمين بعمله وزي ما تحقيق المرة فاتت بنعمله واسعة شوية ما بعملهش دايق بحيس أنه ما يضايقش المريض يعرف يأكل لحد ما كميات معقولة بس بالراحة في المعقول يعني لكن اللي بيأكلوا بقى السويت بيأكلوا الحلويات آه بالزبط دول بقى ما ينفعش معهم الكشكشة لا 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 بالزبط لو يعني محب الحلويات والكلام ده ما ينفعش معهم الكشكشة بس هو لو محب الحلويات احنا بننكلم في أوزان بقى عالية يعني هو مش هتلاقيه 20-25 كيلو زيادة لا هتلاقيه أعلى من كده فهو عادة الأوزان اللي هم بيشتعل فيها الكشكشة دي بتبقى ما بيبقاش سويت إيتر أو ما بيبقاش محب الحلويات لكن بيبقى محب لكمية الطعام آه بالزبط بيبقى كمية الأكل الكبيرة عامده يعني هو بيأكل بلكي إيتر أو بيأكل كميات كبيرة آه تمام يبقى دي الكشكش خلنا نتكلم بعلي الساجي الساجي هي برضو لو الصورة برضو موجودة لو سمحتوا صورة العملية الساجي الساجي آه هي نفس زي الكشكشة بالزبط آه يعني زي ما حايت شايفت كده احنا بتعمل كشكشة آه بنعمل كشكشة عادية جدا وبس بنوصل زيادة عليها ووصلها لأمعاء على آخر 2 متر ونص فالأكل بينزل في برضو مصارين في المصاري الطبيعي اللي هو الخمسة متر بتول أمعاء وخمسين في الماء بينزل في آخر 2 متر ونص هي تشبه الساسي اللي احنا هنتكلم عليها كمان شوية بس الفرق ان انا بدل ما بعمل في الساسي تكمين بعمل هنا كشكشة فهي كشكشة عادية جدا بس بزود عليها ووصلها لأمعاء طب ايه فايدة وصلت لأمعاء دي آه هي الفايدة فاوصلت لأمعاء ان انا بقال لامتصاص الأكل تمام فدي بتفيد برضو الناس اللي هما زي ما بتحك بيحبوا الحلويات ممكن تنفحهم شوية لان في جزء من الحلويات بينزل في الأمعاء في آخر 2 متر ونص فامتصاص السكريات بيبقى قليل في الحيطة دي يعني متصاص الصكريات بيبقى أكتر في أول 2 متر آه فانا عديت خلاص أول 2 متر فبينزل السكريات على آخر 2 متر ونص دي فدي مفيدة جدا في حالات المحلويات والأوزان العالية شوية يعني احنا بنتكلم بقى في أوزان أكتر من يعني بنتكلم مثلا من 30 ل 50 كيلو من 30 ل 50 كيلو زيادة ممكن تنسبهم اللي هي الساجي وفيه ناس ما تبقاش عايزة تشيل حاجة من المعدة يعني هي يا مزيتها كمان إن فيه ناس بيعندها فوبيا ان هو يقولك لا أنا مش عايزة شيل جزء مش عايزة قطع حاجة حاجة من المعدة أه بقابل الناس كده يعني فيه ناس مش عايزة ان هي تشيل حاجة من المعدة فخلاص أنا بعمل الكاشكاشة وبعمل الوصلة دي دي للأوزان اللي هي ما بين 30 إلى 50 كيلو زيادة دي بتوفر إن المحبي الحلويات إن الحلويات ما تمتصش بقى في الجزء ده من المعدة بالزبط طيب يا دكتور يعني ودي برضو الأكل بيبقى قليل جدا فيها والمريض بينزل جدا فيها طيب عشان هي بس الحلويات دي مشكلة ستات كتيرة جدا طيب بيض برضو نعرف نرجعها تاني بالزبط ما دي بقى الميزة بقى يعني زي الكشكاشة إن أنا ممكن أرجع فيها إن أنا لو حبيت أرجع بعد كده بس وصلت الأمعاء تفضل زي ما هي لا لا أوافق الوصل لأنها كلها معقولة بالخيوط يا دكتور هي الكشكاشة خيوط والوصلة بتات العماية بتبقى بالدباسة بس أنا الوصلة دي ممكن أفكها عادي يعني بعملية تانية بخش أفك الوصلة دي وأفك الخيوط دي والأناتومي أو التشريح بتاع الجسم بتاع الجهاز الهضمي يرجع زي الأول كبير جدا طب بس عشان الناس بس تسأل هو الخيوط دي ما بتدبش ما بتدبش لا لأن أنا عارفة إن كتير من الخيوط الطبية بتدوب آه ما هو الخيوطي عنا لدينا خيوط الجراحية فيه خيوط بتدوب وخيوط ما بتدبش آه في اللي بنستخدمها في الكشكاشة أو الساجي خيوط ما بتدبش حتى مع العصارة المعادية مع آه لا لا خالص خالص لأن الخيوط دي بتبقى من بره يعني الخيوط دي من بره مش مجوة آه ما بتتأثرش بالعصار آه ما بتتأثرش بالعصار لأنه بتبقى من بره في الجدار من بره طب نتكلم عن الساسي الساسي بقى دي طبعا الساسي دي هي اختصار سينجل أناسطموزس ليف إليا البايبوس يعني أنا بعمل زي ما انتوا شايفين كده هو تكميم عادي جدا يعني الجزء بتا المعدة اللي هو في اليمين ده خلاص متشالف بنشيله زي التكميم وبزود وصلة الأمعاء على الجزء اللي هو متساب فبرضو نفس القصة 50% بينزل في المصاري الطبيعي و50% بينزل في آخر 2 متر ونصف فدي مفيدة جدا يعني دي تعتبر عملية العصر أو أحدث جراحات السامنة اللي هي الساسي بسموها تحويل مصار سناء التقسيم سناء التقسيم أننا بقسم الأكل في مصارين في المصاري الطبيعي اللي هو باللون الأحمر اللي هو بخمسة متر بتاع Denim و50% بينزل في اللون الأخدر اللي هو آخر 2 متر ونصف سوري آسف في العكس 50% اللي أخدر بيمشي في القمعة كلها اللي هو الأخدر و50% اللي هو الأحمر بينزل في آخر 2 متر ونصف فأنا كده بقلم تساصل الأكل وفي نفس الوقت بشلت المعدة اللي فيها هرمون الجوع اللي هو الجريلين هرمون اللي هو بيوجود في قبة المعدة فالمريض ما بيحسش بالجوع جامد زي التكميم وزياد على كده أن أنا قللت تساصل الأكل وفي نفس الوقت قللت الضغط اللي جواه المعدة عشان ما يحصلش تمدد للمعدة اللي بيحصل في حالات قليلة من التكميم أننا التكميم دي جزء مقفول فالمريض لما بيأكل بيزود في الأكل شوية مع الوقت موكي يحصل التسع في المعدة ومش هترجع طبعا زي الأول بس بتتسع شوية بتتسع آه شوية آه فيخليه يأكل كميات فيدخن فأنا لا الوصلة دي بتقلل الضغط جوه المعدة فدي مستساسي يعني بتقلل الضغط يعني معنى كده حتى لو كان حلويات لو كان كميات أكتر آه بزرط الأكل على قد برضو يعني هيتطلع الأكل ومش يقدر يأكل أكل أصل بالزرط فهو ما بيقدرش طبعا يأكل كميات كبيرة آه والوصلة دي بتقلل المتصاص الأكل فدي أنا أقوى عملات الساملة اللي هي الساسي آه اسمها تحويل مصار سنائي التقسيم بشيل جزء من المعدة بعمل وصلة على المعدة اللي احنا عملتها تكميم آه من العملات قوية جدا بتعالج السكر يعني 90% من الحالات السكر بيختفي بعد ده تشور خالص عشان اللي هي الوصلة دي الوصلة دي اه الوصلة الزيادة آه 90% بيختفي السكر الكوليسترولي العالي في الدم الضغط كل ده بيخف خالص الوزن الزيادة بعد السنة تقريبا بيكون نزل المعظم الوزن الزيادة بتاعه فدي من عملات قوية جدا في السنة ومزيتها ان انت ما بتحتاجيش تاخدي فيتامينات آه لأن المفروض لتحويل المصار الأولاني العادي بناخد فيتامينز عشان نعوض بالضبط آه فدي مزت الساسي الساسي زي التكميم ان انا بحتاج بس فيتامينات في أول 6 شهر لأول سنة بس لكن ما بحتاجش ان انا همشي فيتامينات بقى دبندنت عليه أو ان انا معتمد عليها طول الوقت فدي مزت الساسي طب حديتك بقى جالك مريد تنصحه بأني واحدة من العمليات ما هو بقى بالضبط احنا بنشوف بقى يعني ازي ما اقولت حديتك الوزن وزنه كم طبيعة أكله حركته هل بيتحركوا ولا لا بينزل بلد مارس رياضة ولا لا ستات البيوت طبعا يعني برضو الرياضة وقليلة أو الحركة أو الليلة أو الكلام ده كله فطبعا بيعتمد على كذا حاجة طبعا بنعمل تحليل برضو غدة دراكية بحيث ان احنا نشوف هل فيه عنده حرق فيه مشكلة في الحرق ممكن يكون قصة السن أساسا عنده ان فيه كسل في الغدة الدراكية فدي بيبقى علاجة ان انا بدي علاج للغدة الدراكية الاول بعد كده بشوف حينزل في الوزن ولا ما نزلش ممكن ساعتها بنلجأ لجراح لجراح ممكن تكون الكشكشة ممكن تكون الساجي يظل برضو عايزين نطمن الناس يا دكتور التعقيم الريكافرينج بعد كل عملية بيبقى قدية بص حدث احنا العملية كلها بالمنزور المريض بيتحرك من تاني يوم يعني تاني يوم بيرواح البيت يعني بيرواح العين حتى من القطع المعدة كمان يعني اه اه اصل كل ده جوه البطن احنا المهم حاجة في بقى فيه جروح صغيرة تلات جروح صغيرة بيقوا نص صنتي صنتي المريض بيرواح تاني يوم ممكن بيرواح في نفس اليوم برضو يعني في الكشكشة ممكن يروح نفس اليوم العملية التانية بفضل ان هو يعطي يوم في المستشفى اه تاني يوم بيرجع البيت بيتحرك عادي جدا ممكن ينزل يروح ييجي ما فيهاش مشكل خالص اه ويقدر ينزل الشغل بعد يومين تلاتة بكتير يومين تلاتة من خير ما يحس بألام او اوجاع او بالزبط هو الألم بيبقى اول يوم بس يعني الألم اول يوم تاني يوم بيبقى حاجات بسيطة جدا مع المسكنات بتبقى الدنيا كويسة على تالت يوم بالزبط بيبقى خلاص تقريبا ما كنه مش عامل حاجة تمام ودي مست المنزر عن الجراحة يعني هو المنزر مسته ان هو بيبقى فتحة صغيرة بيبقى باسمه يعني تدخل جراحي محدود جدا غير الجراحة طبعا بيبقى فتح فمشكل الجرح والكلام ده كله تمام يعني احنا دلوقتي قلنا ان الساجي والساسي والعمليات الكشكشة كمان ممتاز صحي دكتور الساجي والساسي والكشكشة تلت عمليات طفرة في عالم جراحة السمنة مع دكتور احمد سراج الموضوع مختلف جدا بسم الله ما شاء الله مستوى الامان هايل مستوى التعقيم هايل دكتور ما شاء الله يعني بيرسم كده بالمشرة ربنا يكرمك يا دكتور برضو بنقل لك كل الشكر كل التقدير ويعني الدعاء من الناس اللي حادرتك عملتنهم العملية وان شاء الله يا رب كده دايما متقدم ودايما في منزان حسنايتك كل اسعاد الناس اللي ربنا حياهم بعد ما تخلصوا السامنة دكتور احمد سراج مدرس واستشاري جراحة السمنة والسكر ومنظر بطبعين شمس عضو الجامعية المصرية لجراحة السمنة دكتوراه الجراحة العامة طبعين شمس وعضو الكلية الملكية للجراحين بانجلترا شرفتيني ونورتيني وليسا الكلام لسا مخلص عندنا طبعا ان شاء الله الاسبوع الجاي هنتكلم على كل الاسئلة اللي انتوا ديتوها لنا علشان تبقوا متطمينين وغير كده كمان دكتور هيقولنا على الجديد في جراحات السمنة والمناظير ويلا كل واحدة بتحلم بالرشاقة كل حوى بتحلم بالرشاقة مع دكتور أحمد السراج الموضوع مختلف تماما شكرا يا دكتور أنا النهار ده وصلت لنهاية فقرتي ونهاية حلقتي بكرا ان شاء الله بحاول لوقاتي حلقة جديدة معاكم فيه أنا حوى وفقرات تانية متنوعة رب فقرات النهار ده كلها تكون عجبتكم برضو عايزة وهني كل الناس وعلوم كل سنة انت طيبين بنصر أكتوبر وطحية مصر متنسوش البس المموة عشان بيخافوا منك السلام عليكم